اشتركوا في القناة 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 على فكرة يا جماعة احنا من 3 او 4 ايام فقط دخل الفصل الصيف يعني هذا كل الفترة الماضية كانت فصل الربيع فانت فصل الصيف فعليا هلأ بلش فالله يعيننا ان شاء الله يطلطف فينا بجميع الدول العربية ظاهر الصيف هذا رح يكون حامي جدا فمهم جدا تشيكوا على سياراتكم يوم الثلاثاء نزلت حلقة من برنامج سبيشال كار مع سيارة كلاسيكية كانت البطولة دعتها النجمة شفر لي كامارو اس اس موديل 1968 ما شاء الله كانت حالة السيارة ممتازة جدا والسيارة عليها مكينة جديدة الاس 3 حبيت فكرة صاحب السيارة بقول لي صحيب انا باستخدم السيارة كل يوم يعني انا الفكرة الرئيسية ما شاء الله عنده اكتر من سيارة بس بقول لي انا فكرة انه انا اداوم عشغلي بسيارة كلاسيكية منظرها قديم بس مكانيكها جديد مكيف شغال امورها طيبة احبت المبدأ والفكرة تاعته صراحة سيارة جميلة مميزة انا بحب السيارات البروجيكت كار هاي لانه مرات يعني فيه ناس بقول لك انه انا معي ميزانية قليلة انا بحب هاي الاشياء الافكار المجنونة يعني واحد يقول لك انا معي بحد اقصى مثلا بديش احكي ميزانيات لانه من دول لدول بتتغير الميزانية ممكن تشتري سيارة قديمة امريكا مسل كار تكون مكانيكها تعبان دهانها تعبان بل اشترط فيها ما تكلفك مبالغ خيالية بالذات انه انت شلت الروح القديمة الكلاسيكية لانه صعب تلاقي قطع للسيارات الكلاسيكية وتشتري مكينة جديدة وتستخدمها كل يوم ادنفس الوقت انت راكب سيارة تلفت الانظار طرابية ما يطرب البشر الا الشفار وغير الامريكا ما يطرب على فكرة حاليا هذا الموضوع منتشر بكثرة حتى انا عندي بعض الشباب اصحابي على التواصل معهم على الانستغرام من السعودية فترة هم مجموعة شباب مركزين على موضوع ايضا سيارة كلاسيكية بمحارك جديد مثل موضوع فكرة الكمار بالضبط وخاصة موضوع الفوكس بدي تبع الموستنج وكي عم يركبوا عليه مكينة 5.0 الكيوتي الجديدة عرفت كيفين هي ارخص ثمنا من الانور طبعا ارخص ثمنا بكتير فعن بشتروا السيارة بيكون مكينتها ضاربة ولا ما فيها ميكانيك ضاربة بس حالة البد تبع كويس يعطيها صبغ يضبط شكلها يجدد الداخلية ويعطيها ميكانيك جديد السيارة عم تكون ديليوس وباور وزن خفيف فأنا متابع قصتهم متابع مشاريعهم بشكل عام على انستغرام فمشروع جميل صراحة الله أعطيهم ألف حافي يوم الأربعاء نزلت حلقة من برنامج تست درايف مع الطرب الإيطالي الهايبرد السعيد هل يمكن هاي أول مزاراتي يعني تخلوا من الطرب بشكل واضح اللي حضروا الحلقة الماضية أبدا أعطيهم هاي بس هم لا فهمين علي السعيد هايبرد ايه أنا حكيت له مزاراتي معروفة يعني من أقوى كروتها كان الطرب فمع نسخة الهايبرد كسيارة عملية اقتصادية خسرت هذا بس سعرها سعرها مناسب سعر مناسب جدا لأعشاقة اقتصادية مصروفة ممتاز ما بتحس انه هايبرد ما بتحس بنقلات الهايبرد البشعة في بعض السيارات شكلها مختلف بشارة اللي في ناس حكولي شكل عادي بس هي مزاراتي بالناخر اللي بفهم بالسعرات وليس لك مزاراتي يعني براند إيطالي يعني علامة سوقية تعتبر من علامات الفاخرة أو الفارهة معروف البركب مزاراتي مثلا والله عنده فلوس ففكرة مزاراتي سعر أقل من 300 ألف درهم يعني زيرو مع ضمان ومع السيرفز كونتراكت فهي كانت فكرة هاي الحلقة انه مزاراتي بسعر رخيص كيف دائما متعودين تسمع مزاراتي انه سعر غالي او لا والله أنا معاكم من بعض التعليقات كدبت تابعها انه في كثير من منافسين والله عندهم ومواصفات أعلى أكيد الألمان طالعين يعني وعلى فكرة يعني اعتقد احنا على فكرة في واحد من الأسئلة على الموضوع هذا فمن الأسئلة رح نيجي عليها بالموضوع تبع سيارات السيدان فممكن نتكلم على هناك باستفادة هاي فحلقة كانت خفيفة لطيفة بس في حلقة الأسبوع القادم تسريب صغير رح تكون أيضا إيطالية ولكن من عالم آخر بشي أحكي لهم أحكي لهم بإذن الله رح تكيف سمعنا صوتك لا بقدرش أطلع بستحيل يطلع بإذن الله حلقة تسدرايف القادمة تسريب خاص لمتابعين متابعين برنامج درس رح تكون مع الصانع طالي فراري وأقوى سيارة إنتاج شارع إلى الآن وطراز الـ SF90 بتجربة تفصيلية جدا 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 وشرح خلينا حكي تقني ميكانيكي ديناميكي وتجارب تسارعات عديدة للـ SF90 أسترادالي الفحصان الفحصان حطلنا فاصل طربي خفيف للـ SF90 خلينا نطرب الشباب بعدين نرجع ونكمل نجي الآن حلقة يوم الخميس نجي لحلقة يوم الخميس كانت مع السيارة اللي طلبتوها بكثير وصرنا شهرين نتكلم عنها وأخيرا وصلت التويوتا لاند كروزر بجيلها الجديد بالكامل كانت تجربة خفيفة جدا وسريعة جدا براس الخيمة ولكن الحمد لله رب العالمين غطت لكم أبرز الجوانب المهمة جدا خلال مدة التجربة القصيرة هلأ بعد ما خلصت التجربة أنا انتشر فيديو فيرل لبعض الشباب وكان فيه صوت دقة بالجير حكيت عنه شيء بحسابي للشخص تبع الانستغرام وعلقت عن الموضوع بحلقة مبارح اللي نزلت أنه يا جماعة هذا ممكن يكون فيه ديفولت بالسيارة نفسها اللي كانوا بيختبروها الشباب أو طريقة القيادة كانت خطأ الجير تبع السيارة اللي نازل على تويتا لاند كروزر هو ليس جير جديد بالكامل طبعا ما بش أنا يعني ما بدافع عن تويتا ولكن نحكي وحقائق الجير هذا موجود عند تويتا والمجموعة تبعتها من زمام نزلينه على سيارات الليكزس الـ LS 350 والLS 500 ونازل عندهم من سنة 2016 فلو في مشكلة بالجير كان بينات ظهرت من زمان خصوصا أنه القير يعني بتحكي 2016 يعني هلأ نحكي كم سنة خمس سنين خمس ست سنين صاروا للجير مجربوا سيارات هاي ماشية على طرقات وعاملة مئات الالاف من الكينومترات فأنا من السيارات اللي أنا جربتها ما كان في أي مشكلة قير السيارة بصراحة ما كنت لتوين تربو عاملة شغل ممتاز تويوتا يعني حلو أنه حافظوا على تصميم يعني مبين بتشوف السيارة بتعرف أنه تويوتا لاند كروزر حلو أنه حافظوا على الخطوط التصميمية تعته ولكن نفس الوقت تعدلوا كتير أشياء بتذكر لما كنت نحكي على موضوع أنه صعوبة قيادته دائما بتعبك لاند كروزر اللي بيطلع فيه وبمشي فيه ضرب مسافات هذا لاند كروزر أبدا الستيرين خفيف المقاعد تبعون الصف الثاني والثالث راحة الاحتزازات الحادة اللي كانت دائما كل ما تلف أنت بسرعة خف البادي رول خف البادي رول بصورة كتير ملحوظة وضعيات قيادة مختلفة نظام انفوتيمنت سيستم جديد طبعا ليس الأفضل كالنظام ترفيه ولكن مقارنة بالجيل الماضي قفزة نوعية هلأ طبعا الكلام صار على الليكزس الـ X570 انه فيه جيل جديد كامل راح يجي منها راح يحمل نفس المحرك والقلب النابض طبع الـ Land Cruiser وهذا الجيل اللي راح ينزل الظاهر انه جماعة تويت مستعجلين يعني أنا حكولي أول تسريب طبعا هاي اللي حضر الحلقة شافها الجي أر سبورت اللي هو النسخة الجميلة جدا عملينا نسخة الأداء الرياضي للبر هذا راح يوصل قبل نهاية السنة والظاهر انه حتى الليكزس LX570 ممكن يظهر قبل آخر السنة لانه بلشت التسريبات عنه اللي ما شاه في الحلقة بتمنى تروح تحضرها وتشوفها وان شاء الله راح يكون لنا تجربة تفصيلية بوقت أطول لانه أنا بصراحة كان عندي ساعات محدودة جدا مع السيارة نظرا انه كان في مجموعة من الإعلامين والصحفيين فان شاء الله راح ناخد السيارة من الوكيل الفطيم وكيل تويتة بالإمارات ان شاء الله الجماعة ما راح يقصر معنا راح ناخد السيارة تجربة طويلة نختبر لكم بر وطرقات ومسافات طويلة ونتكلم عن التفصيلات بصورة أكبر من اللي أنا تكلمت عليها راح تكون ان شاء الله مع صهيب ومع كريم ان شاء الله قبل من بلش الأسألة سامحوني الدقاطة يكون في موضوع بتذكر الشباب لأنه ننسينا نحك عنه تزويد قطعة عادية المهم حمل التطبيق الرابط بالوصف حمل التطبيق في عنا منتج جديد صرنا نبيعه على التطبيق اللي هو سيارات صغيرة بعدة أحجام صرنا نبيعها لكولة تتاحها ممتاز من عدة شركات في منهم سيارات لأشخاص اللي بيحبوا انه مثلا يشتري مع الوقت تزيد سعره أو إنتاج محدود 500 حبة 1000 حبة بالعالم فهي فرصة طيبة لأي شخص ببحث أو عنده هين وأسعارهم جيدة في أسعارهم يعني أتوقع أغلى سيارة من 1500 درهم وبنزل السعر يعني في هذه أغلى واحدة أغلى واحدة في قطع ب120 درهم يعني متفاوت الأسعار وفي كم سيارة كابرس لمتد اديشن لا تفوتكم والشحن لكل مكان يا جميع لكل مكان الشحن سريع وبالبركة الجميع الحمد لله إحنا كل يوم قاعدين منطلع أوردارات الله يبارك للجميع بس إحنا هل تذكير لعشاق السيارات من خلال منصة عرب جيتي أي واحد مهوس بالكار مودلز ممكن تحصل سيارة يعني طبعا أنت تطبيق AI Perf مش فقط كار مودلز لأنه فيه متابعين اجداد على التيك توك تطبيقنا AI Perf رح تشوفوا هلأ مكتوب أمامكم بالشاشة هذا التطبيق فيه قطع تزويد قطع غيار سيارات نشحن لكل مكان بالعالم خد لك لفة بالتطبيق حمل التطبيق عندك نزدع جوالك وتفرج شوف أسعار القطع أسعار التعديل أسعار الإكسسورات الموجودة فيه وعالبركة على الجميع إن شاء الله وقبل ما نبلش الأسلة إيش هذا العصير هذا هذا فيتامين سي صافي معلم والله أريد أن أخذه قبل الرئيس سوف نسي تفوز على الكابوش لو عارف كان أعطيت لكم كاسات كبيرة سوف نأخذ كوي معنا صحتين والف عافية يعطيك العافية داردشة 55 طبعا إحنا داما بحلقات داردشة نجاوب على عدد من الأسئلة التي توصلنا على منتدى عرب GT التفاعلي ask.arabgt.com هذا المنتدى معمول أن أي شخص يتعرض لمشاكل بسيارته أي شخص عنده أي استفسارات إلا علاقة بعالم السيارات كله بشكل عام يكتب لنا سؤاله هناك إحنا منختار عدد من الأسئلة هاي ونقوم بالإجابة عليها أنا والشباب من خلال تجاربنا ومن خلال خبراتنا خلال السنين الماضي كاملة فعدد من الأسئلة وصلتنا اليوم إن شاء الله رح نأخذ عدد من الأسئلة هاي ونجاوبها ونتناقش فيها أنا والشباب ونبدأ بالسؤال الأول كيف ممكن أحسن نعملها بالسيارتي لتحسين العزل الداخلي عزل المقشورة هم حدد نوع سيارته حدد هو طالب يعني سؤاله كان مختص بالسيارات الأربع سلندر هندا سيفيك أو تويتو كرولا يعني السيارات الاستعمال يومي سيارات اقتصادية استعمال يومي نحكي مع بعض هلا شوف أول شي في عوامل عديدة بتساعد أنك أنت بدون ما تغير على السيارة بأنك تحسن العزل اختيار نوع إطارات كويس وضغط الإطارات يكون صحيح مية في المية بالسيارة إذا نوع الإطار مو كويس أو نقشة الإطار غير مناسبة أوكي بيعمل ضجيج إذا أنت ضغط الهواء كان زيادة سيارة بتكون فيها قساوة أيضا أو إذا كان أيضا نازل بيكون فيها صوت فأنت يفضل يكون ضغط الإطار صحيح ونوع الإطار صحيح هلا كعزل صوت من ناحية الزجاجة الأمامي أنت ما فيك تغير بشكل كيف تحكي لك بشكل مباشر إذا كان فيه تسريب هواء أوكي غير إذا كان أنت والله مغير الزجاج أو الزجاج عندك مكسور أو محطوط نوع سيليكون مو كويس تجاري أي مو مغير في الوكالة بنوع أصلي ممكن يعمل تسريبات ولكن في السيارة ووكالة أنت ما حفيك تعدل على ضجيج الهواء الأمامي مرة شفت أكتر من فيديو أنا فيه ناس ستخطي مواد عازلة لموضوع الحرارة لموضوع الصوت بيفكوا غرفة السيارة الداخلية بيفكوا الأرضيات بيتم إضافة شيء شبيه بالصوف أوكي تحت فرش السيارة تمام الأساسي ومرات فوم وفوم تمام هلأ بكل صراحة أنا ما جربت هذا الشيء بس أنا بتكلم عن موضوع من ناحية السيفتي ما بعرف بخاف بعض الأشياء ما بتكون معرضة للإشتعال بسهولة في حال صافي تسريب بلاينات الفيول أو لا قدر الله أي شيء ممكن يساعد أوك إشي كهربائي فيوز كهربائي بصير فبخاف من هذه المواضيع لأنه ما بعرف أنا حدا مختص بموضوع الشيء أو ما شفت حدا أمامي وجربت السيارة بس هل بتنفع أنا شفت أكثر من فيديو مرة كتشايف على الفيسبوك كان فيه ناس بيتناقشوا عن موضوع بسيارة متسبيشي لانسر أعتقد أنه فيه أكثر مشخص جرب هذا الشيء أعتقد كان بالأردن فكان بيفكوا الغرفة الداخلية وبيحطوا مثل مواد مثل صوفية أو سفنجية بحسن نوعا ما من العزل الأرضي ولكن هل هذا الشيء أنصح به أو لا أنا والله ما في نحكم على هذا الشيء لأنه موضوع هذا مو يعني مو أي واحد في يعمل تدخلات مباشرة فيه يعني بتخاف موضوع سيفتي سلامة يعني بس أنا حكيت أشياء بسيطة نوعي طار كويس ضغط هواء مناسب ممكن تتحسن هذا الشيء وتراعي أنه دائما كفرات السيارات كلها مركبة إذا أنت ضرب عندك كفر والله بالأسفل لا تهمل أنه والله مكسر ولا تركبه بأي شيء لا يكون كفر مية بالمية مضبوط هذا أيضا يحسن من العزل الداخلي لسيارتك ممكن أضافة شغلة واحدة اللي هي ممكن الربر أنا صراحة ضد فكرة أنه أنت تفك الأرضية وتحط مواد جديدة لأنه أنت يعني يعني تعودنا المصنع ساوي الاختبارات كلية كانهم يحطوها من عندهم من الأساس بس أنت ممكن تشيك الأشياء الحكاها كريم والربر هاي الأمور تقدر عليها بالأول بالآخر وأنت في نقطة كمان أنت حكيتها فكرة بحلقة الصيانة العامة تحتفصل الصيف اللي هو عملية شتشدد الربلات وشتشدد الصواميل الموجودين بأسفل السيارة هدول بيسو لك المجموعة الأمامية بيسو لك دائما أصواتك طقطكات وانت ماشي فهدول أنت بدك كل فترة فترة بس هيك عملية شتشدة بالقراج تتأكد أنه دون ما بيصوصوا ونقطة الإطارات على فكرة يا جماعة الكل يعني كتير الإطار ثاني البراندات العالمية مثلا أو سعر تريبل أو أربع أضعاف سعر لهذا الإطار التجاري السبب هو جودة نوع الربر الموجود الجودة والروتيت النقش الموجود عليه هاي بتخفف من كمية الإزعاج بصورة رهيبة داخل مقصورة السيارة هاي ما بيستشعرها غير الناس اللي عن جد بدل الإطار النوع التجاري بنوع جيد رح تلاحظ أنت ماشي بالسيارة أنه هيك بتسمع صوت مردك بصوت أفضل أو صوت أطفالك وراء هم يبكو بتصير تسمع صوت بكاؤهم صوت أفضل لهذا الدليل أنه العزل تحسن جوه سيارتك ما شجعت نعطي الناس نعطي شعاب أمسلين حياة حياة في بعض الناس روح يدوروا عطارات أكثر عطار صوت مزعج لما حكيت لمرت أولاده جنطة 22 نروح السؤال هل من لازم عمل برمجة للكمبيوتر بعد تغيير التيربو طبعا هو السؤال المطول بس أنا فهمتي عن الخلاصة أنه الرجال مغير التيربو على سيارته هل لازم عيد البرمجة جمعة التعديل بالضبط التيربو يعني من أهم الأشياء بتاعت الاحترق هلأ بحالة أنت كبرت التيربو أو صغرت التيربو كمية الهواء رح تختلف وممكن أنت التيربو لما يكون صغير بفتح من ربي مواطي فكمية الهواء تدخل بطريقة أسرع فعني الفكر الرئيسي أكيد لازم يتم البرمجة والضبط هلأ مش بالضرورة يكون الإعادة الضبط تكون كبير كتير زي واحد يعني سيارة كانت 200 أحصان عدلها 600 أحصان وممكن يكون سيارته 550 أحصان عدل شوية صار 600 أحصان يعني هي تختلف وين المتاعه كيف التعديل بس هو بالأول والآخر لازم يعدل مشان يكون نتيجة 100% لازم عفوا نعيد برمجة نعم لازم يعيد البرمجة مشان نكون كل شي صحيح 100% تمام أنا بدي ضيف فس شغلة تانية إذا ما كان سؤاله متعلق بالتعديل إذا كان سيارتك عادي وانت كانت مشكلة في التير بوجيب التير وجديد من الوكالة ركبته مبدئيا أنت بس تجري تعمل سيارتك وتغير فيها أي قطع الكترونية بتحتاج برمجة سريعة عبر الكمبيوترات البسيطة الموجودة عند الكراجات كتعريف أنه أنا أضفت قطعة جديدة على السيارة وبتحذف الفولتات اللي كانوا موجودين في كمبيوتر السيارة الأصلي ولكن إذا كان سيارتك عادي ستوك مش تعديل حتى لو أنت بتغير إطارات ترجع بتعمل ريس لسناسر ضغط الهواء فما بالك قطع مثل التيربو حتى لو غير سنسر ركسجين بتعمل إعادة البرمجة إنشكترات أي شي بتغير القطع فيه إلكترونيات معينة أنت بتعمل ريس أو برمجة سريعة على الكمبيوتر اللي هو في الكراجات المختصة بكل تأكيد يعني الخلاصة إذا C633 ضربت تيربو تاحها وبدلت تيربو أصلي وكالة هيا ما بدها برمجة مش برمجة تعديل برمجة تعريف فقط أنه أنا ركبت قطع الجيل يتعرفوا على هذا شيء بسيط جدا يعني مش معقد نروع السؤال بعده بورش بانميرا الجيل الجديد ما سبب عدم انتشاره مقارنة بالجيل السابق حسب السوق موجود أنا ما شفته انتشر سعره غالي المنافسين صاروا أكتر سيارات السيدان قاعدة تنخفض مبيعاتها وعلى طول أول ما طلعوا البانميرا راحوا وطلعوا البورش تايكن فجزء كتير كبير من الناس بحكي لك انتشتري سيدان من بورش انه والله ايش الهود ديل هلأ تعارفين بورش انتن نحكي بناس يعني اللي بشتري بورش بورش يعني في استثمار وإلها ناسها يعني أنا بحكي لك بصراحة غالبا لبعض الناس بيجي تشتري سيدان إذا معه بجت يعني عاددا بيكون يعني رايح لموضوع 7 series 5 series S class A6 ولا RS 7 ولا E6 بس الروح بيحط خيارات البورش بيكون هو عاشق بورش يعني فيه سيارات معينة دائما ما بتكون بمحد المقارنة بين الاختيارات عرفتش شو قصدي فالبورش إلو ناسه والبورش إذا أنا فهم شو قصدي المتابع اللي سأل السؤال البورش الجيل السابق أنت طل عندك 2010 استمر لحد 2015 إذا ما خاب ظني أو 16 أوكي من 10 إلى 16 وقت نزل الجيل جديد هذلك نزل سعره فصار كثير من الناس اللي كان أمنيتي يمركها ببورش ويحب البورش صار يصبح مستعمل فشافوا انتشار كبير لهذاك الجيل من البناميرا وكان في منه اعتراضات تنفس طبيعي عمر الافتراضي طويل وصينتها رخيصة فالناس صار تشتريها وتمشي فيه مسافات استخدامة لديه فلما نزل الجيل جديد لما بعض الناس ما زالت شايفته غالي فهو موجه لطبقة معينة وموجه لعشاق البورش يعني أنا برأيي الخاص ما أحد يجي يشتري بانميرا يشتري بانميرا ما بحطه بمحط المقارنة مع أي شيء تاني أي سيارة بورش بشكل عام يعني عمد ما شفت واحد محتار اشتري تير بو اس ولا جي تي ار لا هو يا عشاق بورش يا عشاق جي تي ار أو خاص بحب الكيين كيين إلى ناسا بورش علامي وميز شو رأيك انت مع أنه ممتاز السيارة احنا مجربينه مختبرينه موجودة حلقات عنا هي ممتازة وسعرها مو قليل والبشتريه يعني هو زي ما حكى كريم هو عارف شو بشتري هو بده يالا هاي السيارة هاي الجملة انا اعتقد انه هلأ جزء كتير كبير من الناس متوجهين توردز الاسيو في اسيو في وخصوصا لانه طلعت كتير سيارات اسيو في بالاخر ثلث سنين او اربع سنين تسارحهم رهيب ورياضية وبنفسه الاختصاري هي الموضة هلأ يعني انت تتفرج على كم انتشار الاسيو فيز هلأ بالفترة الماضية حتى البورش كيين يعني باعوا الاجيال تحت السيارات اللي وراهم بتلاقي قطفوا يعني كانت الاوروس كانوا بيحتفلوا من اربعة ايام باعوا 800 سيارة بالامارات 800 سيارة رقم خيالي سيارة مرخيصة اوروس شوف مثلا انت الجي كلاس الجي سيكسي ثري هاي مجينا منزل الجي الجديد هذا ما بينعد الرينج روفر الاس في آر الاف بيس اس في آر الاستون مارتن الدي بي اكس والمزارات تليفانتي مع انه هلأ شوي نزلت الخفضة فبتحس انه هذا الجزء من السيارات اخذ كتير من حيز الناس المحبة بجت ويشعار شو يشتري بيحكي لك انه انا جربت البانميرا وجربت السيارات سيدان بشكل عام خلنا اجرب هدول السيارات الاس يو في نغير نغير شوي لانه صار ثباتهم مختلف وراحت مشاكل السسبنشين وصاروا هم هلأ الهود ديل هي اللي بتلفت النظر فممكن كمان هذا اثر بشكل مباشر على مبيعات الجيل الحالي من البورش بانميرا تم اعنا بتطلع الكمبيوتر بس اذا قفى ولا لا اذا كله تمام ليش صناع السيارات الايطالية مثل الفراري واللمبرغيني ما بصنعوا سيارات سيدان اربعة ابواب مثل الالمان بتحاول التنافس اللي هما ناس وفئة قليلة جدا ولكن بفئة السيدان والفخامة بصراحة الالمان شريسين جدا هم عندهم خبرة السنوات الكبيرة اللي هما بيستثمروا بشكل كبير بهذه السيارات فمنافس مع الالمان بهذا الموضوع متعب جدا الانجليس حاولوا حاولوا بالجاقور الاكس جي سيارة كانت حلو تذكرة مصابة من أكثر سيارات بتحبها شخصيا بس الالمان لا نسهل أبدا حتى الكدلك حاولوا الكدلك 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 لكسي 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 بسنوات معينة لكسي 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 نافس باسم وعلامة لكسي من أول ما طلع بالتسعينات والجي السي الياباني نافس من ناحية العملانية لكن بعد ما رفع إذا لاحظت من تجيل الأخير من الLS لما صار سعره قريب للBMW 7 Series أو الLS صارت ناس يقول لك لا أنا أخذ واخذ كانت ميزة الLS القديم ال400 وال430 أو حتى بداية ال460 كانت ميزته أنه سعره منطقي وفيه عالي وعملي جدا فكانت الناس تاخده أما تشوف تجيل الأخير من الLS تطلع أنت تقارنه بالنسبة للسعر إذا فيه فرق قليل بين الBMW 7 Series وين مواصفات الBM وين مواصفات الS فلا أنا بروح أخذ فالإيطاليين حاولوا جدا بالإكوات ريبورتي بالنحية مزاراتي بس الموضوع كان صعب عليهم جدا وحاليا إذا تحكي أنت فيه شركة تفكر تعمل حاليا سيدان هذا حاليا شركات سيارات تتوجه دائما نحن سيارات SUV اللي عليهم الطلب الأكثر والكروسوفر فما أعتقد حتى في كثير ناس ومصممين حاول تصميمات تخيلية لاندروفر أو رنجروفر سيدان مستحيل هذا شي مستحيل لأنه فشلوا بالجاكور القديمة ومو فشلوا فشلوا بس أنه ما قدروا ينفسوا بكل صراحة ما قدروا السوقية كبيرة الإيطاليين سينجحوا بسيارات SUV فراري SUV الجاي نجاح نجاح مرعب معادي فبنسبة لهم الإيطاليين يعني أنه هاي الفئة فيها صراع خيالي ألماني لماذا حط حالي بمعركة يعني رح تطلب جهود وبحث وتطوير موضوع طويل عريض لا أنا بروح بالتمييو ساعي يعني هلأ فراري لما تيجي تقول أنا بتطلع SUV تاي قديش رح تبيع رح تبيع بجز قد تلت الإنتاج تها السيارات فراري كامل من SUV من سيارة واحدة فولي اشي حط حاله بصراع أنه أصنع فراري أربع بواب بنافس الألمان طلعني من هاي المنافسة وريحني وانت S-Class والفئة راح ودخلوا بالجي 70 والجي 80 والجي 90 عشان نفسوهم استوعبوا أنه كتر ما أكلوا كفوف من أول سنتين استوعبوا أنه لحظة 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 طلع لي SUV بسرعة أنه نروح السيجمن تاني فصعب جدا المنافسة بالفئة هاي وأعتقد الألمان متربعين على الصدارة فيها يعني انفينيتي حاولت بالسيدان ما استطاعوا كدلك Lincoln Continental Out of Production كدلك عم بتصارع وبرضو ما صعب جدا عليها وبيحاول نفسه بالسعر وبالجود ويل هذا شي ما بكر أنه والله جودة السعرات والله كدلك ممتازة Lincoln ممتازة جيدين منافسين جيدين حتى الGenesis الG90 كانت ممتازة أنا الGenesis ما بحبها كل سياراتهم ما بعرف ما بحبهم حتى المشكلة أنت الشريط بدأك تبيح كم سعرها كم سعرها بعد أنت أنا شفت أنا واحد من أصدقائي كان بفكر يشتري Genesis لما حسب سعرها بحكي لأ باخد E-Class يعني أنا عارف أنه في مواصفات والجماعة بحكي آخر شي أنا راكب بالنهاية Genesis يعني ما لها هذا الماضي العريق فأنا بحكي لا باخد Mercedes E-Class عارف شو هي السيارة عارف شو الماضي تبعها باجب دبيح معروف شو سعر المرسيدس سيارتها واضحة وأنا ما بعرف يعني هاي فئة من السيارات أعتقد يعني أذوق 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 بس صعب فئة السيدان الألمان المتربعين على المنطقة هاي ومسيطرين عليها مية بالمية اليوم طبعا اليوم كنت بحفل إطلاق الانفينيتي QX60 الجيل الجديد بالكامل والله جميل السيارة جميلة طبعا الشباب بسا ما شافوا أنا جاي من الإفنت على طول حتى الشباب ما بعرفوا شكل السيارة ما بعرف شكل السيارة طبعا بحكي لك مفاجأة أنا شايف سيارة من سنتين أنت صح باليابان شفت شفت السيارة من سنتين صح 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 تقريبا 2019 شفت السيارة في اليابان ومن أول ما شفت عجبتني السيارة حلوة 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 جدا وأنا بصراحة يعني حبيت المقاعد كيف صاروا حبيت صارت الشاشات شفت وقتها من الخار الشاشات جميل الواجهة تبعتها هجومية لاحظت كيف هذه الإضاءة الإيدي المسحوبة هجومية من جنبات السيارة هذه العتبات بلون تاني بلون الأسود يعني الـ QX60 طبعا سيارة مهمة عند انفينيتي يباعوا منها أكثر من 450 ألف سيارة مو متأكد من الرقم محرك ست سلندر جديد بالكامل بنزل لأول مرة عليها المفروض أنه هذا المحرك اقتصادي جدا جدا بالبترول الـ QX60 يمكن ما شفتوها بدولكم اللي بتابعونا طبعا بالإمارات ناجح جدا السيارة هاي السيارة بأمريكا مكسر الدنيا اللي بسموهم مدول السكر ماميز الأمهات اللي بوسط وأولادهم على ملاعب كرة القدم الأطفال معروفين اللي بسموهم سكر ماميز فعندهم الـ Infinity QX60 وعندهم الفولفو XC90 هذول السيارتين عندهم مبيعات عند الأمهات هناك بأمريكا لا درجة لا توصف يعني هذول الشركتين عايشين على الأمهات الأمريكيات اللي بودوا أولادهم على الملاعب فعجبتني السيارة إن شاء الله مفروض أنه توصل على أسواقنا قبل نهاية هذه السنة وراح يكون إننا تجربة إن شاء الله للسيارة ممكن 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 نجربها بأمريكا وطبعا أنا بحدثكم اليوم تتحكوا جاكور لاندروفر ضروري تتابعوا حسابي وحساب عرب جيتي على الإنستجرام لأنه أنا إن شاء الله الأسبوع هذا كامل رح أكون في إسبانيا عندنا رحلة بين برشلونا ومدريد بدعوة من شركة جاكور لاندروفر لفريق عرب جيتي لأكون متواجد معهم مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين من الشرق الأوسط بإذن الله رح يكون عندنا تجربة خمس سيارات نعطيهم نبذة عن السيارات نعطيهم نبذة نحكي Defender طبعا Defender صهي بجربها من نميبيا ووصلت وبتعرفوها ولكن رح نجرب بإذن الله Defender إصدار البلغين هايبرد اللي هو جديد بالكامل هاي لأول مرة بنزلوه مكينة أربعة سلندر 2000 CC مع تقنية الشحن الكهربائي ومش بس Defender بكهربائي أن Defender مكينة السوبر تشارج ال V8 ال 5.0 المكينة الموجودة على وين على ال SVR هذا غضاب جماعة لاندروفر عم بضيفوا نفس المكينة هاي على سيارتهم Defender ال 90 وال110 وبإذن الله الحلقة الثالثة رح تكون لسيارة الجاكور F-Pace أيضا بلغين هايبرد لأول مرة عم بنزلوا على إصدار بلغين هايبرد طبعا قوة 105 كيلوات بطارية إضافية بيتمشيك تقريبا 55 كيلو إضافي ولكن هذا يمكن شوي في متابعين لألنا بحكي لك بلغين هايبرد وفقني ومصعب مش بس هيك في F-Pace SVR الفيسلفت أيضا مكينة ال V8 السوبر تشارج ال 5.0 هتكون موجودة وعننا كمان سيارتين تانين اللهم صاروا ستة حكيت خمسة بس هم ستة إن شاء الله رح تكون عندنا رحلة بإسبانيا بين برشلونة ومدريد رايحين جايين بين المدينتين رح يكون نشجحون 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 لا خلاص رونالدو راح يفنتوس بطلنا وسلم 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 على ميسي والله وسلم على الشباب الطيب كلهم شباب بتحدوك حالا بيدوا بيت ودوا إيشي معنا لميسي جاهزين وديلو كاست غريب فروتا والله أعطيه خليه يشد حيله بالمبرار عيدوا برشلونة مظل والله كله عيد حتى نحن عيدنا ونعسنا فما حنطول لكم مكتر منه متابعين متابعين حبيبنا على التيك توك اللي بيحضرنا لأول مرة عملنا فلو لحسابنا اللي بيعرف عننا لأول مرة لأنه ممكن تيك توك دائما بيطلع الفيديوهات لناس ممكن ما بيعرفوا مين إحنا إحنا قناة وموقع عرب جي تي متخصصين في مجال السيارات خد لك لف على اليوتيوب عملنا سبسكرايب لقناتنا بركن يوصل بهمة شباب التيك توك لثلاثة مليون سبسكرايبر قبل نهاية شهر سبعة يعني هيك الأجواء الجميلة هاي ونت جالس بالبيت وعلى المكيف أو على المروحة إن شاء الله فعمل لك سبسكرايب تطلع عشبار الدنيا حر كتير إحنا منطلع عنك ومنصور لك سيارات إحنا منطلع بالحرارة ومننعش فؤالها إن شاء الله ما هنطول إليكم أكثر من هيك تابعونا لكل شيء جديد في عالم السيارات ونحاول شيء عداء من العالمية باسم العرب مع عرب جي تي السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة